يظهر هذا الفيديو قيام جندي من جيش الاحتلال بنبش أحد القبور في بلدة بن عيم شرق الخليل في انتهاك صارخ لقدسية وحرمة المقابر وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها مقام به الاحتلال قبل أيام بانتهاكه لهذه المقابر الإسلامية يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الاحتلالية التي تمت والتي تطال كل ما هو فلسطيني أما أن تصل إلى تدنيس القبور والمقابر وانتهاك هذه الحرمة حتى الأموات من قبل جنود الاحتلال وكنا متعودين أن يقوموا بهذه الاعتداءات قطعان المستوطنين ولكن الآن حتى جنود الاحتلال يقومون بذلك يقومون بتدنيس قبورنا يقومون بانتهاك كل الحرمات الإسلامية الموجودة مشهد يعيدنا إلى ما تعرضت له مقبرة الكارنتينة جنوب الخليل عندما اعتدى عليها جنود الاحتلال قبل أيام وحطموا شواهد عدد من القبور وأغلقوا بوابتها الرئيسة سبق ذلك اعتداء على المشيعين في إحدى الجنائز هم يقومون حتى بإغلاق المداخل للمقابر بحصار هذه المقابر من أكثر من منطقة إطلاق النار على المشيعين أصبح عادة شبه يومية لهذا الاحتلال منعهم أيضا من السماح لنا بإصلاح المقابر الإسلامية الموجودة هذا شيء يندله الجبين تم رصد عدد من القبور التي تهدمت ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية من القيام بإصلاح هذه القبور لدرجة أن عظام بعض موتانة قد ظهرت للعيان وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم سبعة قبور في قرية البرج جنوب غرب الخليل بحجة البناء في المنطقة المسماجيم حتى المقابر والأموات لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الذي انتهك قدسيتها معلنا الحرب على كل ما هو فلسطيني وعود مسامي تلفزيون فلسطين الخليل